كيف روسيا مهتمة بمشروع غازي يجب أن يكون المنافس لها كيف روسيا مهتمة بمشروع غازي كيف روسيا مهتمة بهذا المشروع هنا أخواتي قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم الدعم لهذا القناة بالضغط على زر الإعجاب كذلك الاشتراك والبرتاج مهم جدا لإخوان لأننا كنت أرضو الهجومات كبار من طرف الدوباب الإلكتروني الجزائري متابعين الأوفية كنشكركم بزاف الدعم للكم وكنتطلبكم زيدوا الدعم لأنه مؤخرا إخوان كنتطلب بزاف الدعم ولكن للغلب الله الدوباب الإلكتروني قهرنا بكثرة البلاغات الكذبة على بركة الله سوف ندخل السور بالموضوع دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والعزاء للحقيدين أول شيء يا إخوان سوف نتكلموا كيف روسيا مهتمة بهذا المشروع وهذا المشروع سيكون منافسها في الدول الأوروبية أول شيء سوف نتكلموا فيها هي أن الاتحاد الأوروبي أو دول الغرب حاليا كيوجدوا أنهم يستغنوا على الغاز الروسي إيطاليا مثلا علنات على أنها في نهاية 2021 سوف تستغنى نهائيا على الغاز الروسي لأنها وقعت اتفاقيات مع دول اللي عندهم الغاز مثل الجزائر هنا أخواني أخواتي كذلك دول أوروبية ترفض أنها تشري الغاز بالروبل الروسي هذا يعني أن الخطة الغرب هي تخزين واحد الكمياء من الغاز والبترول وحسنوا في الدول الأوروبية بدأوا يخزنوا و يشروهم كمية كبيرة و يخزنوا أي طوارق محتملة و العديد من الدول الأوروبية أو دول الغرب رحة في الطريق ديالها على البحث عن بدائل أخرى يعني بحال ألمانيا كذلك شيراء وحدات عائمة لتخزين الغاز فرنسا الإخوان وقعت يعني حقد طويل أمد مع الموردين الأمريكيين إذا روسيا رحة في واحد الورطة كبيرة روسيا حاليا في واحد الورطة كبيرة شنو الحل اللي غادي ديال لأنه دول الغرب سيبدو كيهربو منها غادي القاوة هاد الانبوب ديال الغاز أو هاد المشروع ديال نيجيري المغربي غادي عوض لهم الغاز الروسي إذا روسيا بدكاء ديالها خاصها تقلب شي خوطة بشتعرق الغرض ديال الغرب لأن الغرب حاليا يعني شد نهم اليد لكتوجهها إما توفق على طلب ديالنا وتوقفي الحرب الى أوكرانيا وتنسح بي من أوكرانيا كذلك وإما توجد راسها أو تلقى راسها في مقاطعة كاملة الغاز الروسي وتبقى لها يعني غير الشرق يعني تقلب على الصين يعني الدول الشرق من طبيعي أنها تقلب شي خوطة بشتعرق المخطط ديال الغرب باش ميستغناء ولهاج على الغاز يالها ويبقى لها الغاز هنا إخواني أخواتي هادي هي الخوطة اللي بنت لها بنت لها أنها تدخل في مشروع ديال المغربي غير ك絢تき للمخرطĭ لالغرب هنا إخوان م erfolgreich هنا اخواتي نتحدث عن لا هادي المشروع هوا في أول مرحل كان bet bus العديد من الدولة اللي هي كان مع دولة الجزائر ونيجيريا ولكن هذا المشروع بصعار راح عشرين سنة وهو كيتفاوضوا فيه يعني الجزائر ونيجيريا كانوا دالين العقد 20 سنة هادي وهوغير كيتفاوضوا على هاتل المشروع يعني الأماكن الآن تضيع لوقت بالنيجيريا لكي نيجيريا لا تنفسها في الدول الأوروبية هذا المشروع كان فاشل فاشل لأنه يمر الأنبوب من نيجيريا ومن المالي للجزائر الجنوبية للجزائر الشمالية وزيدون على هذه الأنبوب من المنطقة خطيرة جدا دائما مهددة بالإرهاب خصوصا مهددة بالإرهاب هذا المشروع كان فاشل فاشل والجزائر كانت فاشل ولكن كانت تشدها لكي لا تنفسها في الدول الأوروبية ولكن اليوم الجزائر عاد بان لها هذا المشروع من اللي عرفات المغرب را كيتفاوض عليه او عرفات المغرب دار الاتفاقية مع نيجيريا عاد حطا حولها العينين في هذا المشروع ديال المغربي النيجيري ولكن المغرب يعني ما غاد يشتقد عليه ديبلوماسيا المغربية كل الحاجة كالدراح السمسي حتى كيترتق الخابر والكابرانات كيبقى وشدين على رأسهم مكترض يعني الفقصة والصدمة اللي شداتهم خاليا يعني الجزائر را كتحاول أنها تعرق لهذا المشروع والهدفالي هو الضرر بالمغرب يعني ما هي الهدفالي للكالمكنها عندها 20 سنة هدي ولكن ما دارتهش ولكن الهدفالي المغرب ميستمرش في هذا المشروع وشoria المغرب شعب المغربي هذا المشروع هو تدخل مدخول للمغرب والشعب المغربي ويقولون يا بركة من الفتنة ويقولون يا خوة خوة ويقولون ما هي الحكومة الجزائرية ما هي مجلس النواب ما هي الشركات ما هي الإعلام الجزائري وما الشعب لا يوجد فتنة نحترم الذي يحترم السيادة والشعب ويحترم ملكنا وأرضنا الروسيا وروسيا دائمًا هي تفضل المغرب على الجزائر لماذا هي الحليفة روسيا؟ لا IF الجزائر ليس حليفة روسيا هي زابونا PD ويقعوا منهم السلاح وا Hellفahu الانبوب المغربي النيجيري هذ المشروع ناجح م الماإين وموضي الروسيا في أوروبا لهذا روسيا خاصة ضروري تدخل الجمع باش تعقل هذه المنافسة وإذا جئنا الإخوان نضروف في الموضوع آخر ديال دول أوروبية راه الاعتراف ديال دول أوروبية بالصحراء المغربية رهما شيء حبا في المغرب يعني كإسبانيا كألمانيا كفرنسا يعني هذا الشيء رهما شيء حبا في المغرب ولكن مرتبط بالمصالح والمصلحة الأولى أو يعني عدة مصالح وأول حاجة هو هذا المشروع لأنها قد تأمن بالصحراء الغربية هي صحراء مغربية وتعترف بها يعني رسميا باش المصالح ديالها يتخدموا يعني المغرب كان واضح معهم قالهم بلي ما كنلا إتفاقيات ما كنلا شاركات بدون الاعتراف بمغربية الصحراء أول حاجة ثاني حاجة خاصهم يأمنوا المنطقة يعني ما يكون فيها لنزام ما يكون فيها لمشاكل باش هذا المشروع يكون سليم ويكون يعني مشروع في بيئة جيدة وقريبا قريبا غدي نسمعوا بلي الأوروبيين يعني الأوروبيين غدي يمولوا هاد المشروع علاش لأنهم خاصهم يصرعوا من هاد المشروع يعني يكون سريع لأن الغرب را محتاج الغاز وخاصهم يعني يصرعوا كذلك يسبقوا الروسيا باش يعني هاد المشروع يكون ناجح ويكون يعني المشروع ما تدخلش فيه روسيا لهذا يعني عما قريب أو يعني هاد الأيام غدي نسمعوا بلي الدول الأوروبية راها كتمول هاد المشروع وش كولي غدي يكون مصدمة الإخوان يعني في هاد المشروع أو يعني في هاد القضية كاملة هي الجزائر ضيعت عشرين سنة في المفاوضة على واحد المشروع وفتلت دهل هال المغرب ضيعت كذلك خمسين سنة في نزاعات على الصحراء اللي هي صحراء مغربية بدون فائدة خسرت شكات خسرت أموال الشعب الجزائري بدون فائدة وصحراء مغربية الصحراء وفي مغربية والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاق الذين ده باش نو غدي بقى الكابراناث غدي بقى وعطي نهلبك المروك دال لنا خيانة من المروك خيانة سريقة المشروع من طرف المروك يعني هاد الشي اللي غدي نسمعه من هنا القدام اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى تكون في الإفادة والاستفادة كنتمنى انكم تدعمونا باللايكات ديالكم الليكات مهمة لا بنسبة القناة ديالي او بنسبة القناة الوطنية اللي كتدفع لبلادها وعلى وطنها وعلى الوحدة الترابية ديالنا تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته